البعثة المصرية رفعت حصلتها للميداليات لتلاتة شملت دهبية وفضية وبرونزية في يوم مليء بالفخر دايما نقول كده ختمها مسك الميداليات دي جات عشان تكون تعويض كبير عن التحديات اللي وجهتها البعثة ورفعت رأسنا في أكبر دورة أولمبية أو أكبر بعتة مصرية تروح دورة أولمبية ساهمنا الميداليات التلاتة الاتنين اللي كانوا مبارح الفضية والدهبية ومن قبل كده البرونزية اللي حصلنا عليها بتقدم يعني صورة كده للبعث إنها في إصرار وفي عزيمة إنها تحقق نتيجة جيدة في أولمبياد 2024 النهار ده آخر يوم في الأولمبياد تعالوا نتكلم مع حضراتكم مع ضفنا اللي بنوارنا في الستوديو المحلل الرياضي محمد ناجي عن الفوز اللي فرح كل المصرين مبارح أحمد الجندي مشهد كده من المشاهد الرائعة اللي شفناها حصوله على الدهبية في الخماسي الحديث شفت إنجاز البطل المصري أحمد الجندي إزاي يعني هو والله مش جديد على أحمد أحمد بطل منه هو زاير خلي باللحضراتك نفس قصة سارة سمير يعني اللي متابع سارة وأحمد من بدايتهم يعرف كويس جدا إن هم اللي اتنين أبطال بيتحدوا الصعاب الأمور بالنسبة لهم مش إنجاز أو طفرة تتعمل في الطولة أو في دورة أولمبية وبعد كده الأمور تتلاشى بالعكس طريقهم مليان صعوبات بس هما قدامهم هدف واحد طول الوقت بيحطين قدامهم إن هما رفعوا اسم بلدهم لأعلى مكان صارة مبارح بعد أما خدت الميدالة فضية بكت لأنها كانت نفسها في الدهب شوفنا الوزير بقولها ما تعيطيش أنا أصلا بالنسبة لي لأن صارة تعمل فضة مبارح ده يعني إنجاز يعادل إنجاز أحمد الجندي هو هو ما يقلش عن إنجاز أحمد خالص لأن صارة جاي من ما إحنا صعبة صارة كان بعد برونزية تريو دي جانيرو اللي كانت حققتها في 2016 كانت مرت بأزمة وأصلا قردي للتحاد كله كان تم إقافه عن المشاركة في الأولمبيات أولمبيات توكيو اللي فاتت ما كانش عندنا تمثيل لرفع الأسقال خالص في أولمبيات توكيو اللي فاتت فكانت أزمة كبيرة بالنسبة لكل اللعيبة إنها بعد سنتين إقاف ما بيشاركوش وبعيد عن المنصات التتويج وبعيد عن المشاركة في الدورات الأولمبيات يرجعوا مرة تانية يكونوا في قمة مجدوم وفي قمة عطاءهم ومزان صارة مبارح كلنا كنا نتفرج كان المزان صعب وفي تفاصيل كتير جدا يعني الجيم كان جوه الملعب على البار مع الحديد وفي جيم تاني بتلاقي ما بين اللعيمة ومن المدربين مين هيبدأ يعني صارة مثلا في الخطف ما كانتش ماشية أفضل حاجة كانت تالت في الترتيب العام لكن الأمور تدبر لها بشكل جيد جدا من الجهاز الفني بقامنا عشان نتديله حقه وتعامل جيم كويس جدا إنها تحط رقم كبير بالنسبة لصارة بدأت الإكوادروية اللي كانت بتنفسها على الفضة دخلت برقم أكبر من إمكانياتها شوية فما ما قدرتش إنها تتحقق أو ترفع للرفع دي صارة دخلت برفعها بالنسبة لنا أعتقد إنها كانت يعني موفقة جدا إنها دخلت على الرقم ده قدرت ترفعها فخلاص كانت دخلة في المحاولة الثالثة كانت بتدور على إنها تجيبت ذهب قدرت كانت تجيبها خير ما قدرتش هي أوريدي كانت ضامنا بقى الميدالي في أحمد أحمد الجندي العيد كبير أحمد الجندي وصارة اتنين حطوا أسماءهم في سجلات الرياضة المصرية نحن نحن نكلم عن أحمد بالتفصيل بس أنا عايز أقف عند كلمة كده حريك قلتها في موضوع صارة سامير حريك بتقول اتدبر لها كويس وتم إدارة الموقف إدارة اللعيب وإدارة البطل وهو على البساط ولا هو بيلعب ولا هو أثناء ده ده حاجة بتفرق في ناتجته وبتفرق في سكور بتاعه أو في الوزن اللي بيشيله أو لو هي لعبة مضرب ولا حاجة تفرق في الرانكين بتاعه أو في منظومة كاملة بتبقى شغالة على البطل القصة كلها مش إن البطل داخل نازل يلعب يعمل الضرب عليه ويروحه خلاص اليوم في المية كلام حضرتك مظبوط مفيش بطل بيبقى هو بدرعه بس هو لاحق كل الحاجات دي اللاعب يسمدرعه مبدئيا يعني اللي بيعملوه يعني بص يوم مصحاوة الإنجاز بحدش يقدر النواية لكن بيبقى فيه فريق عمل فريق عمل وراء الإنجاز وراء اللاعب ده لو الأمور دي كلها مش متيسرة ومش بتتدبر لها بأفضل ما يكون لأ مش هتشوف الإنجاز ده انت مستحيل لأنه اللاعب هو أهم حاجة فتضيله دماغه لأنه هو يكون أنت داخل أداف في إدارتك للموقع مظبوط أنت داخل هي دي شغلتك وسيل التنفيذ للرؤية للرؤية بل اللي بتتخطط لها دي كلها لكن هو اللاعب لو داخل طب يا ترك كوتش حطي ليه للرقم ده طب أنا ممكن كنت أشيله ولا أنزل مثلاً لتنين كيلو وكنت أقدر أن أنا لا خالص الأمور الأولى اللاعب عنده ثقة كبيرة جداً فقد أدربه إن هو طالما أن أنا داخل على الرقم ده يبقى ده الأفضل وخلي بقى حضرتك كان بعد نهاية المنافسات الخطف كان كابتن علاء حسن مديري فني بتاع صارحة حتى رقم 150 هي صارحة مش هتشي فأول محاولة مش هتشي 150 هو نزل بالرقم قرر دي 148 لكن هو ده كانتكتك حطه على أساس أنه هو يبدأ يقول لكل الربعات اللي داخلين مع صارحة نفس المنافسة إنه ده هي عشي الأول ده هي عشي الأول محاولة 150 طب الرقم اللي بعد كده يكون عامل إزاي بعدها هو لما نزل الاتنين تراتة كيلو أو الاتنين كيلو اللي مفروض صارحة تبقى داخل عليهم ده ده شغل ذهني وده أنا كنت بتتكلم محضراتك وبر الهوى إنه الأمور لازم مش بس جسديا نفسيا وعقليا وذهنيا هنتكلم في النقطة دي لكن المشهد اللي احنا شفناه مارح ربنا يسلمهم يعني صارة سمير وأحمد الجندي المشترك ما بينهم فكرة الإصرار والعزيمة أنا عايز أرفع اسم مصر عالم مصري ده لازم يعني ما تعديش الأولمبياد إلا ما يرفرف فيه أولمبياد باريس عايز أسمع النشيد الوطني يتعايز فهنا نشوف مشهد كمان شوية في المدرجات مشهد بديع وجميل جدا ممكن نشوفه دلوقتي مع بعض والنشيد السلام الوطني الجمهوري لجمهورية مصر العربية بيعزف في الأستاد أو في أولمبياد باريس لحظة فيها فخر كبير جدا احنا كنا محتاجين المشهد ده مبارح يعني بعد رحلة الأولمبياد بنأولها والانتقادات اللي حصلت نشوف المشهد ده يعني نشوفه دلوقتي مع حضرتك ونرجع نعلق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وانتقبت 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 طبعا صورة كلها فرحتنا كلنا كمصرين مبارح وانا منتابع النشيد الوطني كمان واخنا منتشوف الفيديو دلوقتي والد ووالدة أحمد الجندي وهم عنصر أساسي جدا في نجاح المنظومة الرياضية الجميلة او الشخصية الرياضية اللي احنا شفناها أحمد الجندي مبارح شفت الفرحة دي ازاي وازاي احنا كنا محتاجينها بعد رحلة الأولمبياد مبارح احنا نحصل الدهبية والفرحة انا عايز اقول لحضرتك الناس كانت يعني عايز اناقي بس اللفظ بس يعني عارف الناس عطشانة للفرحة بزرح يعني الناس كانت مستنية فعلا انه بعد رحلة بقى رحلة كبيرة جدا من اللعيبة يبقى بينها وبين الميداليات ولي وفقها والأمور ما تتسرش ويبقى فيه سوق توفيق وفيه أمور حتى بره الملعب وجوه الملعب ما بيكانش بيتخطط لها بالشكل الأمثل فالناس كانت مستنية فرحة احمد الجندي وفرحة صارة والميزة انه كانت الفرحة بينهم وبين بعض خلي بالحضرتك دي لتاني مرة على التوالي احمد يبقى بيبقى جاي يخطف الاجواء ويخطف الفرحة كده في ثواني يعني احنا مبدايا بس عشان نكون قايلين للسادة المشاهدين انه الناس كلها كانت متأكدة ان مش هنكمل الأولمبياد بمدالية واحدة احنا من بداية الأولمبياد وعارفين ان الألعاب والمنافسات اللي احنا مميزين فيها المنافسات اللي هتتلعب ده بقى ممكن سوق حظ لنا انه المنافسات بتاع التايكون دو ورفع الأسقال والخماسي الحاجات اللي احنا مميزين فيها والمصارعة اللي احنا دايما ببقى مستنين منها الميداليات بتتلعب في الأجندة في نهاية الأجندة أجندة الألعاب الأولمبية كنا المتابعين للألعاب الأخرى كانوا كلهم مستنين ان كانت القصة بس انه ما بين كل يعني ما بين 3-4 ايام يكون فيه ميدالية يعني عشان الناس انا عايز اقول لحضرك على حاجة انه القصة دي كانت بتفرق جدا مع الناس في الشارع الشارع المصري نفسه انه ميدالية محمد السيد بدأت تخف الضغط عن اللعيب هناك يعني أنا كنت فرحان جدا بالميدالية بالرغم من ما كانتش يعني كانت برونز وطبعا يعني كل التأدير لها خصوصا ان ميدالية محمد ما كانتش متوقعة بالشكل الكبير يعني الناس كلها كانت مستنينها ميدالية دي من زيادة سيسي مصنف أول عالم لعيب كبير عنده خبرات قادر ان هو كان يقدر يحقق الانجاز ده لكن برضو كان فيه سوق توفيق وزياد حقق المركز الرابع في منافسات السلاح لكن هي قصة كلها كانت الميدالية دي بدأت تخف الضغط عن اللعيبة هناك لانه السوشيال ميديا كان نقضاء صحبة قوي قوي بزيادة على الناس الناس مش متخيلة انه فيه احنا يا جماعة فيه فيه العاب المنافسة بيننا وبين العيبة الأولمبية والعيبة الدولية فيه منافسات حتى حجم الاستعادات نفسه مختلف تماما العيبة بتتستعد هنا عندها صعوبات على انها تستعد جهة مصر مش اقول حضرك بقى في معسكرات خارجية او بشكل ان انت تقدر تبقى انت طول الوقت معسكر برا او قادر ان انت تحتكب بالعيبة أولمبية والعيبة عالمية برا لكن في الاول والاخر انت كنت محتاج الفرحة دي كنت مستنيها لان بجد فعلا الولاد دول تعبوا قوي النجاح ده مش نجاح خلال الدورة الأولمبية اللعيبة دي بقى لها ثلاث سنين في معسكرات وضغط مباريات وطول الوقت ما بين قال للوزنك انت عندك احمد عايز اقول احراركي انه كان بيبقى عنده عامل عملية في كتفه بعدها بخمساشر يوم الاقيه موجود في بطولة العالم نازل يشارك هو في البطورة دي كان نازل مش عشان يجيب دهب ولا فضة هو نازل يعني يبدأ يحس نفسه انا فين يقيس نفسه وفين على مستوى العالم خطوة ورد تانية خلاص كلنا بقى كان عندنا يقين ان احمد الجندي راجع لا احمد استنوا يا جماعة في توكيو في باريس بعد توكيو ان شاء الله هيكون قادر ان هو يحقق المداليات دي اسلوب التعامل مع اللعيب بخطة قصيرة الامد وخطة تانية طويلة الامد الاستثمار في اللعيب يعني احرارك بتقول اللعيبة تحت ضغط بقالهم 30 بيتمرنوا استعداداتهم بتختلف من واحد للتاني زود وزنك ونقص وزنك مش المفروض نوصل لمرحلة زود وزنك ونقص وزنك لو احنا عاملين من الاول بلان ده لعيب وده بطل وده حد بيستثمر المفروض التحديات تكون بتستثمر فيه بالاضافة ليه استثمر هو نفسه يعني احنا عاملين بقى بلان ده مش راجل بيكل فاست فود الصبح وياكل ساندويتشات مختلفة بالليل والكلام ده بتبقى فيه قصص ازاي نوصل لمرحلة زود وزنك ونقص وزنك والحاجات اللي زي دي ما ده بيظهر في النتائج ده حقيقي فيه لعيبة قريدي يعني صارة كانت خلال السنين اللي فاتت غيرت ميزانها غيرت ميزانها عشان هي بتستهدف في باريس ان هي هتلعب تحت واحد ثمانين كيلو تجيب ميدالية لكن فيه موازين تانية فيه لعيبة تانية غيرت موازين بس ده معروف في الاتحادات ان احنا بندير الميزان من الميزان الميدالية السهلة نتحرق له ونروح له نزيل له لان اريد انا مش ببص على ميزانه هو على اللاعب طبعا انا ببص على منافسينه يعني هي قصة لدوتي ممكن ابدأ اشوف الميزان بتاع صاردة مثلا الولمبياد دي فيه مطحنة يعني فيه عمالقة العالم يبقى انا خلاص حاجة من اتنين يعني ما يكون مجاهز العيب بتاعي ان يخش الكمبيتشن دي بقى على مستوى لي يعني ما هبدأ اصحابه حطه في ميزان تاني يكون الدنيا فيه ايصر او اني نقدر فيها ان انا الامور دي كلها لو ما مشتش بدراسة وعلم صحيح يبقى كل ولجانب كمان التأهيل النفسي الاهتمام بالجانب النفسي للرد بص انا والله يعني يا ما اتكلمت في الموضوع ده وبقى لي يعني صوتي تضح بقى لي ثمان سنين يا جماعة خلي بالكم من شبحين بيتاردوا الرياضة المصرية مش مرقيين يعني انت لما تكون بتتكلم على حاجات هي متشافة قدامك لعيب مثلا ما بيتمش احدده بالشكل اللي امسل انت شايفه لعيب عنده مشاكل في قصة في قصة السفر في قصة المعسكرات الحاجات دي انت شايفها لكن في حاجتين هما بالنسبة لنا شبح مش مرقيين الاعداد النفسي جميل والمنشطات انت المنشطات ده العيب ممكن يتوقف صح عشان كالاكلة او او خد برشان ده وهو البرشان ده صيد الحاجة او واحد من مكوناته فيها حاجة مكوناته فيها فانت الامور دي لازم دي محتاجة من تلا مش محتاجة اكتر من من اعداد نفسي انت مش تشيل بقى هنا حديد ولا ده اخيرا قبل ما نروح الموجز شفت حصد ايمان خليف الجزائرية يعني ادهشتنا جميعا ذهبية الملاكمة انجاز عربي مهم جدا وسريعا كده شايف اداء البعثات العربية ازاي بصوا المرأة العربية والمرأة المصرية قبل ما نكلم كمان عن المرأة العربية المرأة المصرية النجاحات اللي بتقدمها خلال السنين اللي فاتت ده يبين قدية دولة مهتمة بالرياضة المصرية احنا في أولمبياد توكيو كنا محاقين ست ميداليات دهب ست ميداليات منهم تلاتة للعناصر النسائية منهم ميدالية دهب اللي كانت حققت في توكيو كنت عن طريق في ريال اشرف كانت عنصر نسائي احنا المرة دي بنتكلم على ثلاث ميداليات منهم ميدالية اللي صار سمير نروح لإيمان خليف إيمان عندها سبات نفسي وقوة كبيرة جدا انها يكون تقدر انها تحارب على حلمها خصوصا انه يعني وصلان تقضيات كبيرة جدا من الاتحاد الدولي للملاكمة فده يدل على قوة وسبات شخصية إيمان خليف فمليون مبروك ليه طبعا أكيد وليه المرأة العربية بشكل كامل محمد ناجي المحل الرياضي نورتنا وشرفتنا ربنا خلي حضرتك